استقبل مطار المخى الدولي طائرة تابعة للصليب الاحمر الدولي وقال ناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية العميد صادق دويد ان الرحلة الجوية لطيران الصليب الاحمر الدولي لمطار المخى هي رحلة تجربية استعدادا لتبادل الاسراء يومي 2021 من شهر رمضان المبارك تنفيذا لاتفاق جينيف وكانت الحكومة اليمنية وافقت على طلب الامم المتحدة اقرار مطار المخى مهبطا لرحلاتها من مطار المخى استقبلنا طائرة الصليب الاحمر الدولي التي قامت برحلة تجربية تمهيدا لنقل الاسراء في الايام القليلة القادمة بابتداء من 2021 رمضان نأمل ان تتم الصفقة وان يعود الاسراء الى ذويهم بخير وسلا وان تستكمل صفقة تبادل الاسراء على مبدأ الكل مقابل الكل بعد قيد الفطرة المبارك ان شاء الله